السلام عليكم إن شاء الله تكونوا على خير وفي خير الصحة والعافية إن شاء الله كيف كنت أعرفون أنا دائماً أجيب لكم الجديد وكن سمحوا لي هذه الأسبوع ما حطيت لكم ولو أعلاج كنت كنت نجرب كنت مشغولة مع رمضان كيف كنت أعرف وكن وجده وكنت كنت كنت نجرب هذه الأصفة وعجباتني وليوم قررت باش نشاركها منعاكم والنتيجة ما نعود لكم سأعطيكم من أول استعمال سأعطيكم النتيجة وزوينة بزاف 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 ومكوينة سأعطينا بكلهم فضة وهذه الوصفة الناس رمجرر بنا أعوام وأعوام 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 ووافقاتهم وتأنا في دوري وبغيت نشاركها معكم وإن شاء الله تعطيكم النتيجة من أول استعمال الآن الوصفة تبدأ بسابون جلكف أو كريستال لماذا لديكم سابون جلكف أو كريستال؟ علاج لأن هذا كان يشاهدون لنا الحبوب كان يشاهدون لنا الصدافية ويعطونا واحد مدارة أزوينة غير هي الأسبوع الأول كان يشاهدونه كل نهار ونخسطونا بها الصفح وفي الليل والجسم كان يشاهدون بفاقسما يشاهدون أن ينعومه من بعد كان يحبسوها تقريباً كان يشاهدونها 15 يوم كل نهار ومن بعد كان يحبسوه لأنه سوف نشاهد لنا وجهة بزاف قصنا ضروري من المرتب ومرتب 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 كان يشاهدون عن وجهة أخذت شيء قليلاً وقد أخذت نار مهيلة يدوب لنا بشوية ومتع وفاقق له معلقة كبيرة للعرق السوس كيف تعرفون العرق السوس كان جيداً وكذلك لنا مشاكل الجسم ومشاكل الجسم اي حاجاتنا شابينيا عندنا القزيمة عندنا صدفية عندنا الحبوب عندنا تسبغات كل شيء يعالج لنا العرق سوصر مهم وعندي معلقة كبيرة القشور بورتوكال كيف تعرفوا انا دخلته في الوصفات التجميل لانه زوين في بزر المنافع كانتك بونمين كانتك واحد منها دارة في الصباح كانتك ترى وجه كانتك ترى وجه وعرفي انه ومشي تاغن ويأتيك واحد لماعان في الوجه صدقوني اراه بزر 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 بقشور بورتوكال ضروري لا تنشفوه ونجدونه طالة العام يصلح البيديكور وكل شيء يملك الشعر يصلح لي يكون عندكم في الدار وعندي من بعد عندي الكاركاديل عندي الورد عندي الكامومي و جنجلان كلهم طحنتهم جيد وغربلتهم سوف نأخذ مالقة كبيرة لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه وعندي القهوة سريعة الدوابان سوف نزيد بشوية بشوية لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه لا تنشفوه سوف نزيد بشوية بشوية لا تنشفوه لا تنشفوه هنا جيلاتين لانه لانه لديه لانه لانه بطن صغر لديه بطن صغر اي حاجة تكون داخل لبطن وما بطن سوف ننشفوه الناس سوف ننشفوه جيلاتين لانه لديه من السفر ويجيب حلال ونزيد قليلا قهوة سرعة الدواب التي وجدناها ونجعلها كل شيء يدوب بشوية على نار أمهيلة تستطيع القهوة جيدة لكي نعرف كيف نخدم به هنا أردت القهوة من هذه القهوة ونزيده من بعد ونزيد عليه قليل المورد ومن بعد ذلك نخدم به في الوجه إديالي ونجعله على نار أمهيلة بشوية بشوية ونجعله 21 دقيقة هنا أجعله 10 دقيقة لكي لا يأتي الفيديو طويل 10 دقيقة لكي نرى في الوجه في هذا الوصفة قبل تضيق من أي وحدة في الدار ونجعله المساج والقوماج كل شيء ونجعله جيد 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 فإنه تكون المصادر سيأتي في الوجه إلى الوجه إلى الوصفة هذه الوصفة التي ستجربت هذه الوصفة ستجربها إما أورا أو أدنيك أو في العنق أو في الجبهة لكي تشاهدها و ستجعل لك حساسية أو لا ستجعل لك شيء مكون من هذه المكونات ستجعل لك حساسية أنا لا تجعل لها الحساسية لقد جربتها إذا كنت تلسق و أريد أن تلسق أي أن هذه المكونات ستجرب لك أو ستجعل لك والناس الذين لديهم صدفية تهية هنا ستجعل لك لكي لا تجعل لكي تلسق لكي لا تجعل لكي تجربة و سنقوم بعمل و سنقوم بعمل و المساج أي شيء تجعل لكي تجعل لكي تجعل لكي تجعل و أنت تجعل إصالة إلا تجعل لكي تجعل لكي تجعل لكي تجعل لكي تجعل لكي تجعله وكذلك في الليل في صباح ثانية تخطي شي شوية وتدريه لوجه ديالك ولكن تبقي على هذه المدة تقريبا واحد لعشرة دقائق أخرى ومن بعد تغسله عندما ترى وجهك درجة بخابخ أنا كنظر على نظرة على توحيد البشرة يعني كيعطيك واحد نظرة منعود لكم زوين نقي بخابخ يعني كيف ترى وجهك؟ نقي لا أتعلم لكي أخبرك وكذلك تكون جيدا كتبري يعني برتيها يبدأ لك البغيانس نرسيب حلقة إذا يبدأ لك البغيانس بلا فندوتين بلا والو الوجهك يقول لك صافي الحمدك يقول لك صافي الناس الذين عندهم أي مشكل والعنق لهم كيف حل ومن تحت البيطان أديهم قسمين بالله هالوصفة سترتب لهم سترتب لهم ستحيد لهم أي حاجة أي كحولية لدينا في الجسم هذه 15 يوم ما تفوتش 15 يوم وتحبسي منها سترى النتيجة يعني أول استعمال أول نهار ستبدأ لك النتيجة سترتب لك النتيجة سنتقيني 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 سترتب لها دائما وتشوفي ومن بعد نفس الوجهة لقد قدرت لي شوية الماورد سترتب لها الماسك اللي يكونوا جاهزين من عند غزمان من عند إيزانة سترتب لها غليسيرين فيها البيافين فيها بأرغان دروا واحد المنتجات سترتب لهم ونشاركوهم معكم ونخرجوهم جداد إيزانة ونضعوهم بأرغان سترتب لهم كلهم سترتب لهم ونشاركوهم معكم إن شاء الله في الفيديو الجديد بحول الله ودروا سترتب لهم شابع برودي نعود لكم برودي ناتورال سترتب لكم ونحن برد من بعد البسمات محلولين ونحن بأخذهم جيدا بالجوم بالمساج ولكن هذا سترتب لك سترتب لك النتيجة سترتب لك ونحن لك 20 دقيقة 20 دقيقة لا ترتبط لها ونرى الراحة أول شيء قبل أن ترتب لك في تلاجة ترتب لك ونحن بارد لكي تضعه في وجه لكي تضعه من بعد صدقوني هذا المص الذي يكونوا جاهزين لكي تضعهم في تلاجة يعني في تلاجة لكي تكونوا باردين وتضعهم لأن أي حاجة كيف تعرفون أي حاجة تكون باردة تكون لها نتيجة 100% والوجهة يصلح له مرة مرة باردة مغلاسيا ستجعله تقريبا تقريبا 1-10 دقيقة أول شيء ومن بعد سنقوم بها لكي تدخل لكي تدخل لكي تدخل نحن الوجه ما الوجه دائما نعلم بها بزه 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 ابتدتها سأجعل لكم من المنف من ألما قد يتصل لتعود لكم على المنف تقريبا في 5-10 دقيقة وأنت انت نعمل في الوجه ومن بعد أن تجد رائحة ورائحة 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 ويجب أن نعرف كيف نستعملها وكيف نعطيها حقها حقها لكي تعطينا النتيجة كل شيء موجود كل شيء يجب أن يصغل الوقت وكيف نستعمل ونفعل قليلا بشكل المساج من هذا كل البرودوية التي تحيت ونجعله تقريبا 1 إلى 10 دقيقة أخرى كما تكملها 20 دقيقة ومن بعدها نغسله نفرق الفم والعنق والبرودوية لا تخاف منهم لأنه يوجد بيافين وغيسرين واسيد يعني لا تخاف منهم لأنه يوجد لكم العلرجية الأول وفي أخرى يعني أنه مزيت بالمعقول والبرودوية فارماسوتيك ميديكال يعني لا تخاف منه نهائيا نهائيا وانا وانا نفرق في الوجه إديالي كما يجب لأن تقريبا 1 إلى 4 أيام أو 1 إلى 5 أيام لم تكن لدي هذا الشيء أتركه ويرتح قليلا ومعطي الوجه لأنه سيصبح هذا الشيء طويل ويسرح له جيدا 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 ومعطي العنق وما بين الضري الأنق وأنهو نتعرف الوضنين ونرى النتيجة 100% من بعده خصلته وقد أجعلت لكيمة لأسي قريبا لأسيزوينة والتي أستعمالها وعطتني النتيجة كيف كنت أقول لكم من موجود بشيء و أخيره سلسلة يعني كثير من الواجهة من الأبداع كيف سأقول لكم كثير من الأشياء من الواجهة و لكن الواجهة الأخيرة يعني مزوين لا أخبرك مجموعة و سترى كثير من الواجهة والفندوتين وكيف يبدو الوجهة تغن التغن يعني ترابي يعني لا يتشاف وكيف يكون يأتي وكيف يكون وكيف يكون تغير المسابين وكيف يكون يكون وصفة جيدة وها هو الوجهة لها كيف يكون جيدة باي باي ونطلقا مع فيديو جديد